احتفت وزارة الإعلام بكافة الوظفات العاملات في أقسامها بمناسبة يوم المرأة البحرينية وذلك تقديرا منها على الجهود التي يقوم ببذلها في مجال الارتقاء بالعمل الإعلامي نعم فهذه المناسبة العزيزة على قلب كل امرأة بحرينية تأتي تأكيدا على سلسلة النجاحات التي تسطرها المرأة في كل قطاع تشارك في نهضته احتفلت وزارة الإعلام بيوم المرأة البحرينية تقديرا لعطاءتها المتميزة في قطاع الإعلام وكفاءتها العالية وقدراتها على العمل والإبداع والتميز في هذا المجال نوجه تهنأة إلى كل امرأة بحرينية متميزة وملهمة ومعطاءة المرأة البحرينية دائما لها حضور سباق ورائد ومميز في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة سعيدين اليوم أن نكون شركاء في دعم مسيرة التنمية الوطنية في مملكة الغالية البحرين من خلال تواجدنا عبر المنابر الإعلامية المختلفة يوم المرأة البحرينية هو يوم تاريخي يتولى إبراز جهودها المتواصلة وتطور أدوارها في المجتمع والتي تركت بصمة واضحة في مختلف المجالات خلال هذا المنبر أنا وجه تحية ورسالة لكل أمرأة تشوفنا اليوم من الجميل جدا أن المرأة في يومها تحاول أنها تحفز نفسها في هذا اليوم في أي مجال كانت من أجل أنها تنجز وتعطي وأنها ترتقي في مجال عملها من أجل رفعة مملكة البحرين الغالية البحرينية هي الملهمة والمنجزة في جميع المجالات ونقدر وزارة جؤون الإعلام على هذه اللافتة السنوية أن تكرمنا بهدايا وتقدر جهودنا لدائما نبذلها المرأة البحرينية كانت ولا زالت تقف بقوة وشموخ جنبا إلى جنب مع الرجل لأنها أثبتت قدرتها على الإبداع في مختلف الميادين ويأتي هذا التكريم تقديرا على جهود المرأة العاملة في وزارة الإعلام على تمييزها في هذا القطاع بإبداع لافت وحضور بارز في الميدان الإعلامي حققت المرأة البحرينية الكثير من الإنجازات في هذا المجال بفضل الدعم اللامحدود من الغيادة الرشيدة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين